اهلا بكم مشاهدي الكرام الى هذه النشرة وجه رئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ محطة الضبع وفق الجدول الزمني المحدد وخلال اجتماعه بالقائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري المالية والكهرباء وجه الرئيس بضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة الكهرباء وفقا للبرامج الزمنية المحددة وفيما يتعلق بانشاء الجامعات الخاصة الجديدة في مصر شدد الرئيس على ان يتم ذلك من خلال اتفاقيات للتوأمة مع اعرق الجامعات العالمية وذلك لتقديم ارقى مستوى تعليمي جامعية هذا واستمع رئيس خلال الاجتماع لتقرير حول خطة الحكومة للتنمية الشاملة في سيناء عقد دكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الاسبوعية خلال الاجتماع طمأن مدبولي اعضاء الحكومة على الحالة الصحية لرئيس الوزراء شريف اسماعيل مشيرا الى انه يتمثل للشفاء واستعرض القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال الاجتماع نتائج زيارة الرئيس الروسي الاخير الى القاهرة كما اشار الى التوصيات التي انتهى اليها منتد افريقيا 2017 مؤخرا وبحث مدبولي عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتشرعية كذلك الملفات المتعلقة لكل وزارة كما تم استعراض مراحل التشغيل الخاصة بحقل ظهراء وخلال مؤتمر صحفي اعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون دولي سحر نصر موافقة الحكومة على زيادة حصة مصر بالبنك الدولي والافريقي بقيمة تقترب من سبعة ملايين دولار النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القام بالاعمال تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية وبحب أشير هنا الهيئة التنمية الدولية هي هيئة تابعة لمجموعة البنك الدولي اللي هي الهيئة اللي هي مخصصة لدعم الدول الأكثر احتياجا فمصر يحرصها على الحفاظ على نسبة التصويت ورأس مال جمهورية مصر العربية في البنك الدولي فوافق مجلس الوزراء اليوم على زيادة رأس مال جمهورية مصر العربية بخمسة مليون ومتين وخمسين ألف دولار أمريكي نهاردة الحمد لله برضو مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة البنك التنمية الأفريقي بشأن تحديد للعام الرابع عشر الموارد للصندوق وبرضو هنا بمصر برضو الحفاظ على نسبة مصر والمهم جدا نقول نسبة مصر من رأس المال معناها أن هي قدرة مصر على التصويت في مجلس الإدارة وقدرة مصر على التأثير على قرارات اللي بتاخد في المؤسسات الدولية فدي مؤسسة تانية النهاردة برضو تم الموافقة على والمبلغ هو 2 مليون دولار أمريكي من جانبه قال دكتور خالد العناني وزير الآثار إنها سيتم افتتاحه مكتبة بدير سانت كاترين وهي من أكبر مكتبات العالم خلال أيام وفي بداية عام 2018 فسيتم افتتاحه مطحف مطروح وأثرين إسلاميين وعدد من المشروعات الأخرى طلب مني كذلك استعراض أهم المشاريع اللي احنا افتتاحها الفترة اللي جاية إن شاء الله أولها بإذن الله افتتاح مهم جدا وهو دير سانت كاترين في مكتبة من أكبر مكتبات العالم فيها مشروع ترميم وتطوير بقال وسنوات طويلة اللي إن شاء الله حي افتتاح خلال أيام وإن شاء الله بإذن الله حنفتتح برضو انتهاء من أعمال فسيفساء بيتم ترميمها من حوالي عشر سنين وهي فسيفساء التجلي في دير سانت كاترين بعد كده إن شاء الله في بداية 2018 عندنا مجموعة من الافتتاحات بإذن الله أولها إن شاء الله مدحف مطروح اللي تم بالتعاون مع محافظة مطروح إحنا خصصنا جزء من مكتبة مطروح معالي المحافظ خصص جزء من مكتبة عشان ننشئ أول مدحف في محافظة مطروح إن شاء الله يفتتح فيه خلال الأسابيع القادمة بعدها على طول عندنا أثرين إسلاميين إن شاء الله نفتتحهم في شهر يناير وبعد كده بإذن الله قبل في الربع الأول ممكن مارس بالكتير مدحف تل بسطة لأول مرة إن شاء الله ثم بإذن الله في شهر أبريل أو مايو لأول مرة مدحف سهاج اللي بدأ العمل فيه سنة 93 والأول مرة حيفتتح لجمهور بإذن الله فيما قال وزير البترول طارق الملة إن الوزارة حاليا في المرحل الأخيرة لتجارب ما قبل تشغيل لحقل ظهرة وأكيدا أنه تم إجراء الاختبارات لازمة إحنا النهاردة في المرحل الأخيرة للتجارب ما قبل التشغيل إحنا يمكن شفنا صور في يوم السبت اللي فات تنقلتها بعض المواقع وهي خاصة بالشعلتين وكنت أنا طلعت بيان فيما يخص هذا الأمر وكان الأمر يخص محطة معالجة الغاز البرية وهي في منطقة الجميل ببورسعيد وهي دي اللي هتستقبل الغاز إن شاء الله اللي هتطلع من حقول ظهر ومن أبار ظهر والمحطة دي النهاردة جاري الاختبارات بتاعتها المحطة دي اللي هتستقبل الغاز وطبعا إحنا قبل ما نشغالها لازم نعمل التجارب ما قبل التشغيل تجارب فنية تجارب هندسية تجارب بالغاز الغاز الحي الغاز الطبيعي اللي جايبينه من الشاكة علشان نختبر كل الوصلات وكل اللحمات وكل أجهزة وكل أجهزة القياس وكل الحساسات وكل الآلات الموجودة اللي هيعدي فيها الغاز في هذه المحطة فقبل ما ندخر عليها الغاز الخاص بي حقل ظهر من الأبار بتاعته لازم نختبرها ونشوف كفاءة هذه المحطة وأضف وزير البترول طارق الملأ أنه من المتوقع دخول غاز حقل ظهر إلى شبكة القومية خلال أيام نتوقع في إذن الله إن ما كانش فيه أي مشاكل بإذن الله تواجهنا فيه أثناء فتح الأبار وفي دخل غاز من الحقول إلى المحطة اللي حكيت لكم عليها اللي هي محطة المعالجة يبقى إحنا من نتوقع كلام ده في خلال أيام قليلة جدا جدا إن شاء الله نحن نبشركم بدخول غاز حقل ظهر إن شاء الله إلى الشبكة القومية المرحلة الأولى يمكن كنا قلنا قبل كده إن المرحلة الأولى من هذا المشروع هتحتوي على كمية حضاء الأقصى أكتر من مليار أدم مكعب في اليوم وده هيكون إن شاء الله في شهر يونيو 2018 تفقد الدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار وتعاون الدولي ولواء محمود عشماوي محافظ القليوبية ولواء كامل للوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها على مساحة 46 في الدانا وأكد محافظ القليوبية أن تلك المنطقة الاستثمارية ستكون منطقة واعدة لأبناء القليوبية تدفع بعجلة التنمية في المحافظة وتوفر فرص عمال للشباب كما أكد المحافظ على سرعة البدء في المنطقة الاستثمارية الثانية في عرب العليقات على مساحة 36 في الدانا بوسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكد مدير بورسعيد والقناة لتأمين الصحي سعيد محمود بدأ تطبيق قانون الصح الجديد في محافظة بورسعيد بداية من العام الجديد وأن هذا القانون معني بإصلاح منظومة الصحة بأكملها على مستوى الجمهورية أول حاجة بيعملها أن فيه ثلاث هيئات هتبقى موجودة هيئة التمويل ودي هيئة منفصلة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد دول ثلاث هيئات وأحسن حاجة موجودة في القانون أننا دلوقتي فصلنا التمويل عن الخدمة بمعنى أن القانون الأديم أن التمويل والخدمة والرقابة كل دول جهة واحدة فما ينفعلش فدلوقتي اللي إحنا بنعمله إن إحنا فصلنا التمويل عن الخدمة أول هيئة هيئة التمويل دي اللي هتشوف الاشتراكات هتشوف إزاي اللي هي مصادر التمويل الحاجة الثانية الرعاية الصحية اللي هي المستشفيات والوحدات الحاجة الثالثة اللي هو الاعتماد والرقاب ما فيش مستشفى هتشتغل ولا التأمين يتعاقد معها إلا لما جهة بتاعة هيئة الاعتماد هتعتمادها هتبقى للمعايير الجود وبالتالي هيبقى التأمين يتعاقد مع هذه المستشفيات وفي بعد كده اللي هي الرقابة الرقابة اللي هي هتبقى على المستشفيات هنقول هل المستشفى دي شغالة كويس ولا مش شغالة بإن دول التلات حاجات اللي المفروض للناس كلها تعرف أكد وزير النقل هشام عرفات أن هناك خطة عاجلة لتطوير الخط الأول لمتر الأنفاق وخلال تفقده خطوط المتر الثلاثة أشار عرفات إلى أن تكلفة تطوير الخط تبلغ ستة وعشرين مليار جنيه حيث تشمل خطة التطوير نظام الإشارات وتحكم المركزي وأنظمة الاتصالات كما أشار الوزير إلى أنه تم تعاقد على ثمانمائة وخمسين بوابة تذاكر جديدة للخطين الأول والثاني بالمتر وفق محافظ مطروح اللواء على أبو زيد على مطلب أهل الضبعة لإقامة احتفال شعبي بالمدينة وذلك لمناسبة توقيع العقود نهائيا للمشروع النووي السلمي من جنيب قال المحافظ أن الاحتفالات تعد رسالة واضحة تؤكد مدى سعادة وترحاب أبناء مطروح والضبعة بالمشروع النووي الذي يدخل مصر عالم التكنولوجيا النووية وعضح أبو زيد أن الاحتفال سيخضره أعضاء مجلس العمد والمشايخ والعواقل بمطروح وممثلين عن الأزهر والكنيسة مشاهدي الكرام هذه النشرة ما يزال فيها المزيد مؤسسة بوكرالينة تنظم معرضا لبعاء المنتجات بأسعار مخططة بالإسماعيل أهلا بكم من جديد تفقد لواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية أنشطة شباب مؤسسة بوكرالينة مصر أولا وأخيرا الذين قاموا بتنفيذ مبادرة شباب ضد الغلاء لمكافحة غلاء الأسعار بمركز ومدينة أبو سوير وذلك في إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية وجهود المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة الوطني والمواطن خلال زيارة تفقد المحافظ منفذ بيع الخضروات الذي أقامه شباب مؤسسة بوكرالينة بالإسماعيلية بأسعار مخططة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30% تفقدت لجنة فرلمانية من لجنة الإسكان بمجلس النواب عددا من المشروعات القومية التي تنفذها محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمزيد معي من البحر الأحمر مفاد أون لايف إبراهيم عزة أهلا بك إبراهيم وما هي الأخبار لديك؟ نعم أهلا بك محمد من محافظة البحر الأحمر هذه المحافظة التي استقبلت صباح اليوم وفد من لجنة الإسكان برئاسة سيادة النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان هنا أنا أحدثك الآن من مدينة رأس غارب هذه المدينة التي كانت حديث القنوات الإعلامية العام الماضي حينما تعرضت للسيول والأضرار التي تعرض لها بعض من الأهالي هنا للمزيد والإطلاع على اللمسات الأخيرة والنهائية التي وضعتها المحافظة بالطبع بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تم تفقد مخرات السيول هنا في المحافظة ولكن دعني أن أتحدث حول المزيد عن هذه الزيارة بعد أن أرحب بضيفي الكرام في هذا البث الحي والمباشر مع سيادة النائب المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بدايةً أنا برحب بحضرتك معنا على شاشة أونلايف هل نحن مستعدون لاستقبال فصل الشتاء عفواً والنواة السيول هنا في المحافظة ربما لمنع حدوث الكارثة التي حدثت العام الماضي بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هو الهدف من الزيارة لجنة الإسكان لها تقوم بدورها رقابي وتشوف الحكومة عملت هيه وعالجت الكرسة بتاعت ساني اللي فاتت إزاي الأسف الشديد إحنا عندنا مشكلة في مصر إن إحنا تحصل المشكلة وما حدش يتابع إيه اللي تم هل إحنا تعملت حلول جزرية لحالة المشكلة ولا إحنا بنيجي نعمل مسبوطات أما تحصل المصيبة بس من خلال زيارة حضرتك يا فاندم حضرتك لمست إيه اللي بس حقيقة إن نتعمل الجرد جامد جدا سواء من القوات المسلحة أو وزارة الإسكان أو محافظة الباحة الأحمر إن معالجة الأمر بتاع مخارات السيول وتعمل سدود وبرابخ وحركة شفتها معنا على الطبيعة وطلبنا إحنا في لجلة الإسكان إحنا راجع التصميم على أساس نتأكد لأنه طبعاً هو هنا بيشتغل على التصميم بيجيله من الوزارة الرأي بنتأكد إن كل حاجة مصبوطة وخدنا تأكدات إن إن شاء الله الكراسة دي لن تتقرر مرة أخرى بعد الشغل لتعامل خلال العام لعمل سدود وبرابخ لتحويل مجرس سيل بعيد عن الأهالي والحقيقة ده تم تنفيذه وإحنا طلبنا في لجلة الإسكان إن جمهورنا التصميم وإن نسبة التنفيذ عندهم هنا في مخاصل حوالي نقدر نقول أنا موجودة نظر أمروني 100% بس أنا أقول 90% لأن لسه بضو فيه حجات اللي بتستكمل إحنا شفناها وإكتبها في التقرير بس اللي تب تنفيذه يمضع أي مشكلة لكن إحنا مريجي نتكلم إحنا عزين نتكلم على مستوى محافظة باحية الأحمر إحنا مكملين مع حضرتك الجولة ومع اللجنة بالكامل نقدر نقول هو شتاء مطمئن الأهالي هنا إحنا فلس غائب وطمئنهم بس إحنا مش عايزين نرس غائب بردس ما نستناشى ما قصير يحصل الله بمشكلة ولا سفاج يحصل الله بمشكلة ونبتدي نعمل الكلام ده فهو المخطب يقول إن إحنا كنا محتاجين حوالي 950 مليون عشان تبقى البحر الأحمر آمنة من السولي تماما هو فيه هناك مخراط شول معمولة لكن ما تستقبلش الكمل اللي وصل قبل كده فتم التنفيذ بتاع رأس غارب والحقيقة بقية المحافظة هنستدعي الحكومة بحيث توفى الدعم الملائم لهم 600 مليون عشان يستكمل هذا المشارع شكرا جزيلا لحد شكرا إذن مشاهدين الأكرام هذا هو لقاءنا من هنا البث الحي من محافظة البحر الأحمر وتحديدا من رأس غارب الآن عودة مرة أخرى للعاصمة وزميل العزيز محمد ترك شكرا لك ولضيفك الكريم إبراهيم عزة مراسل أون لايف تحتفل محافظة بورسعيد في 23 من شهر الجاري بعياد النصرة وتتزمن هذه الاحتفالات مع افتتاح عدد من المشروعات للمزيد معي سالي سالم مفادة أون لايف إلى بورسعيد سالي أهلا بك ومرحبا تفاصيل هذه المشروعات وراكي قد استعددتي أيضا للقاء ضيفك اهلا بك محمد بالفعل ما زلنا متواجدون منذ صباح هذا اليوم في محافظة بورسعيد نتابع ما يدور في أروقة هذه المحافظة وعلى بعد أيام سيكون هناك الاحتفالات بالأعياد القومية لهذه المحافظة والتي ستكون بداية من يوم الخميس الواحد والعشرين من هذا الشهر سيطلعنا على هذا البرنامج يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة سيادة اللواء عدل الغطبان محافظ بورسعيد لطلعنا على البرنامج وأهم المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال هذه الاحتفالات أنا برحبا بحيك يا فندم في البداية أهلا وسلم بحضرتك أهلا وسلم منطقة صناعية وعدد كبير من المشروعات وافتتاح لعدد من المصانع ستتم خلال هذه الاحتفالات برنامج هذه الاحتفالات وأبرز هذه المشروعات وطبعا في بداية بنقول للشعب المصري بالكامل كل سعون طيبين عيد النصر عيد 22 ديسمبر لعيد نصر مصر كلها بشي بورسعيد بس وإن شاء الله مصر كلها تحتافل بإنجازات عظيمة لفترة الجاية إن شاء الله من ضمنها محافظة بورسعيد احنا نحتافل على مساء المحافظة ان عندنا اربع مصانع في المطالة صنعية لشباب بورسعيد هتخلوا بمرحات الانتاج نفتح مصنع لتعبات وتغريف الأسماك بورسعيد افتحنا في إطار حسابة المحافظة أول مبارح مصنع لتصنيع أدوات الطعام وده كله تصديق مستمائة في المائة يوفر عمر صعب على البلد ده في إطار الصناعة أما في إطار التجميل والتنسيق الحضائق هنحتافل كلنا إن شاء الله بتجديد وتطوير حضيقة الشهداء ميدان المسلع اللي هو رمز لكفاح بورسعيد وهننصد في هذا الميدان التمثال العظيم لجند المجوء للشهيد عم منهم رياض القائد العظيم اللي هو من يوم استشهاده يوم 9 مارس يوم الشعيد لمصر كلها وإن شاء الله في إطار هذه الاحتفالات أن يستهدح بردو أكثر من أربع حضائق موجودين في أمامات متنوعية من محافظة بورسعيد تقع في حي الزهور ولا في حي المناك ولا في حي الضواحي دي في إطار هذه الاحتفالات إن شاء الله يعني بالحديث عن الاحتفالات والافتتاحات سيكون هناك افتتاح لحضيقة الشهداء يعني هذه الحضيقة هناك يعني وقع حدثت بالقرب من هذه الحضيقة وهو نقل تمثال شهيد الراحل عبد المنع مرياض وما أصير حول هذه الوقع يعني ما تم من قرار من سيادتكم بإزالة هذا التمثال الهدف من إزالة هذا التمثال وما عقب ذلك من يعني إقالة لرئيس حي الشرق بورسعيد الهدف مش إنه هو إنه نحن بنشيل هذا التمثال لا الهدف من العظيم إنه نحن بنكرم يعني زعيم مصر كلها الفريق الزاهبي فريق عبد المنع مرياض فبنحطه في المكان اللي هو في المكان اللي هو حضيقة الشهداء اللي هو رمز الشهداء دي رقم رقم اتنين المنظر طبعا المصر كلها شفتو كان لا يرد أحد قدس منظر صعب جدا والمسؤول خدعك هم طيب يعني لو تحدثنا عن وحدات الإسكان التعاوني يعني كان هناك أمس اجتماع مع رئيس هذه الوحدات يعني الجديد في هذه الوحدات والبروتوكولات التي ستتوقع في هذا لا هو المحافظة بورسعيد أخذ نصيب الأسد في مشروع الإسكان بجمع نوعه سواء إسكان اجتماعي أو تعاوني أو بديل العشوائيات نحن الحمد لله كمحافظة بورسعيد كمحافظة أو كمدينة خلية تمام من العشوائيات السنة دي واحنا ما أعلنها يتبقى عشوائيات خارج المحافظة اللي يعني بسيطة تم إنشاء عضواتها في الأيام المعدودة القادمة أما بالنسبة للإسكان الاجتماعي أو التعاوني ده يعني تم إنشاء أكتر من سبعة تلاف تسعومية وواحد أوربين واحدة السكنية فأقل من سنتين بإنجاز عظيمة وبتم تسكين أهلينا وشبابنا في هذه المرحلة أو في الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى أما إسكانية التعاوني كان فيه مشكلة في إسكانية التعاوني الحمد لله تم إنتاء منها تماما وتم تخصيص الوحدات السكنية للإسكان التعاونيات وهي تعاونيات بتقوم مدرح عليها دلوقتي عشان تبدأ التعاقد مع المرحلة الأولى من إسكان التعاوني أما المرحلة الجاية إن شاء الله كلما هو متقدم وإن طبق عليه الشروط في الإسكان التعاوني إحنا قلنا هيأخذ واحدة السكنية وده يعني ده ست الرئيس اللي هو جهب كده ما فيش أي متعافضة أو أي مواطن يستحق واحدة السكنية لحقانين من واحدة السكنية وإحنا وقدمها مبارح مع ست لوحسن شكرا كيف عندما شكرا جزيلا ونظرا عاديك الوقت شكرا شكرا يعني محمد الاحتفالات ستبدأ يوم الخميس وسيكون هناك افتتاح لأربع مصانع هي مصانع للشباب في المنطقة الصناعية التي حصصت في محافظة بورسعيد لهؤلاء الشباب عودة إليك مرة أخرى في الستوديو شكرا لك سالي سالم مرسلة عن لايف وشكرا أيضا لكم مشاهدية الكرامة أترككم بأمان الله